ندرس فكري مع فكرة السائرات في مهبطها لا تغني عن شيء السواريخ في مخازنها لا تغني عن شيء الأرصد في بنوكنا لا تغني عن شيء بل العالم كله الآن يبحث عن طوق النجاة أين داعش؟ أين الحروب؟ أين قطاع الطرق؟ أين أعمال البلطقة؟ أين الحرب التي كانت دائرة في بلاد العرب؟ لم نسمع عنها الآن الذي حدث جاء طيرس صغير جعل الكل في بيوته ساكنا العالم يمر بأزمة طاحنا لكن الله سبحانه وتعالى سيخرجنا منها إن شاء الله وسوف تعود بلادنا إلى ما كانت عليه وأفضل مما كانت عليه مصداقا لقول ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس أعتقد بعد أن تمر هذه الأزمة ستتغير خريطة العالم عسكريا واقتصاديا وتكتلات الكل يبحث الآن أين تكون القوة أرى أن مصر بإذن الله سوف تكون أفضل مما هي عليه الآن مع هذه الظروف أعتقد فينا استضرر ضرر شديد أصحاب المصانع أصحاب الشركات في مأمن من هذا الأمر أصحاب المدارس الخاصة أقل الناس ضررا أصحاب المدارس الخاصة لأنهم بيأخذوا سطح على الترمين الترم الأول أخذوه من الزمان الترم الثاني أخذوه حتى قبل أن يبدأ الترم خاصة أن في بعض المدارس لا أخذ الترم الأول والترم من بداية العام ومع كل هذا نرى بعض أصحاب المدارس الخاصة لا يرعون لا ضمير ولا قانون ولا إنسانية ويأتي يوم الخميس الماضي ويعلن أنه ينهي خدمات ستين مدرس البعض توسل البعض انكسر أمامه لكن لا تراجع وأخذ الأمر أن الأمر هو صاحبه هو الحاكم هو الآمر هو الناهي فكرني بالإنسان لما يطغى البعض تكلم وصل الأمر إلى الإعلام هو لم يفعل هذا إلا إذا كان هناك من يسانده ويا للعجب المنطقة التعليمية لا تستطيع أن تفعل مع بعض المدارس الخاصة شيء بسبب أصحابها أو بسبب ما يقدمونه لإدارة تعليمية بعض الحفلات بعض الأمور تطلب منهم فبيلبوا الطلب لما وصل هذا الأمر لي توصلت مع بعض المسؤولين ستين مدرس ومدرسة بجرة ألم يمشيهم في ظل هذه الظروف على الرغم أنه الكاسبان الربحان أكتر من أي حد يا عمي الوزير بيقول أن أنت تاخد المبلغ من أولياء الأمور يتخصم منه فقط الباص يتخصم منه الأنشطة يتخصم منه مصاريف الكهرباء وترجع الجزء ده لأولياء الأمور الجزء البسيط ده بقي المبلغ هتاخده من أولياء الأمور على أساس حضرتك تدي الرواتب للمدرسين وللعمال وهذا هو المنطق إنما هتقول أمشي ستين واحد طب لما قامت الدنيا والكل تكلم النهاردة صباحا عمل اجتماع معهم وبيرجعهم الشغل مرة تانية توصلت مع النائبة الدكتورة مجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري الحقيقة ما كانتش مسدقة الكلام حتى تأكد لها الأمر فكان رد منها أنها سوف تتواصل مع السيد الوزير ووزارة التربية والتعليم ولا بد من تأمين الأمر بالنسبة للستين دول أهم هيرجعوا هيرجعوا خلاص الأمر هو هيرجعهم بس سدقوني مش هسيبهم في حالهم فإحنا طلبين بالآتي رقم واحد عمل عقود للستين مدرس دول وننتظر ما تسفر عنه الأيام هو رجعهم عشان لي الموجة عالية والتربية والتعليم اللي كانوا مسندين وتراجعوا لأن وضع صعب مش هيقفوا معافل في هذه الظروف لكن كل الخوف أنه يأخذها فرصة ويرجعهم وبعد كده يمشيهم تاني خاصة أنه مش هي المرة الأولى التي يحدث في هذه المدرسة دون أن أذكر اسمها هذا الأمر فإحنا بنطلب بالآتي هذه المدرسة أو غيرها من المدارس إذا كان فيه مدرس فيه عامل بسبب الأزمة وكورونا التي تمر بها البلاد مشوه من المدرسة يتواصل معنا بشرط أنه يكون يشتغل معاهم أكتر من ست شهور ويكون هو ده شغله الأساسي مش شغل أضافي معاهم وأنه كان المدرس بيروح الصبح أو العامل بيروح الصبح فهذا شيء أساسي بالنسبة لي هم يعني يتواصل معاهم إحنا بعد شوية كده هيكون معنا دكتورة مجدة نصر عضو لجلة التعليم بالبرلمان المصري وللأمانة أبد طب ياريت واصلنا مع النائبة الدكتورة مجدة نصر وإحنا بنطالب أن ستين مدرس دول يتعمل لهم عقود من بكرة يتعمل لهم عقود جديدة إنسى العقود اللي هم موقعينها في عقود عقود إزعان كده كده مش هيطول حاجة وكده كده هيمشي والحاجة التانية بنقول للتربية والتعليم المدرس الخاصة ربنا يزيدهم اللي كسبوه السنة دي ما كسبوهش على مدار حياتهم التعليمية كلها معانا أمهاني من الفيوم سلام عليكم عليكم السلام إزايك يا دكتور أهلا بحضرتك إزاي حضرتك عامل إيه بخير الحمد لله فضلي الحمد لله والله هي برضو نفس المشكلة يا دكتور المدارس الخاصة هي هي برضو نفس المشكلة بيطلبونا برضو برقصات وكمان ولا ردو يقبلوا الإيميل بتاعنا علشان علشان بنت تبتحن ولما رفنا المدرسة قالوا لا ده سنت ضعيف والنت بطيء ومش عارفين ندخل الأولاد ومش عارف إيه وكلام الكلام ده فهي مشكلة بس يا دكتور هي بس المشكلة ما تحلتش يا دكتور إن شاء الله بإذن الله يعني تابع معي الحلقة وهيكون فيه إن شاء الله ردود آخر الحلقة إن شاء الله فبنقول إن كان الدكتور محمد معايا برضو على الواطس بيبلغني إن كل ده بيحدث في المدارس الخاصة إحنا عايزين ليس بيننا وبين أصحاب المدارس الخاصة أي عداء بس الدولة وظروفها الفترة دي عايزة الإنسانية آآ يمكن قبل الاتصال كنت بقول المدارس الخاصة ربحت هذا العام ما لم تربحوا في أعوام سابقة إزاي الكلام ده إحنا فجونا إن عدد كبير جاي جدا من الخليج أو ليه أمور بيرجعوا فحسين يدخلوا أولادهم مدارس خاصة فما فيش أماكن فكان لازم عشان تدخل طفل مدرسة ابتدائية حضرتك تجيب له وسطة من مين ابتدائي مدرسة خاصة هتدفع فلوس تجيب وسطة من السيد معالي الوزير واشتغل النواب وبالفعل بدأوا يجيبوا تأشيرات من السيد مكتب السيد ووزير التربية والتعليم ويدخلوا المدارس الخاصة لدرجة أن بعض المدارس من سنة أو اثنين ما فياش طلبة يعدوا على أصابع اليد الوحيدة في كل فصل الآن أقول لك ما عندش مكان تب ما شاء الله ربحت وكتير أوي 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 والحاجة التانية وصلني كلام بس غير موسق معلومات من داخل بعض المدارس الخاصة لو الفصل فيه خمسين يسجل على الأوراق تلاتين والعشرين بعلم التربية والتعليم في بعض المحافظات والعملية شي يلمي وشي يليك يعني استنفع ونفع بقول في بعض المحافظات فالعملية عندنا مدارس الخاصة مفيش قانون يحكمها حتى راتب المدرس متدني جدا والأمور تمشي على هوا أصحاب المدرسة أو المسؤول على المدرسة طب تدخل التربية والتعليم التربية والتعليم فيه من الكلام ده ولك استنى المدارس الخاصة هي اللي بتساعدنا وقت الزنق لما بحتاج حاجة ببعط لأصحاب المدارس الخاصة احنا عايزين مبلغ كذا عندنا حفلة كذا عندنا كذا فهما بيقفوا جنبنا فيعني بنعديهم حاجات تعدلهم ايه حبيبي تعدلهم عدد أكتر في الصفوف تعدلهم ارتفاع في المصرفات أكتر من اللازم تعدلهم مبالغة في سعر الكتب المدرسية تعدلهم مبالغ في البصات مبالغ فيها جدا تعدلهم كسافة في الصفوف تعدلهم عدم وجود ضرائب عن الأمر الحقيقي في المدرسة لا تعال بقى هنا أنت وهو تتحوله للمسئولية العامة أمام المجتمع المصري إذا كنا بنتكلم عن نحية تعليمية فيها كتير وكتير بس أحشار الحلقة ووقت الحلقة وأنا هستقبل اتصالات من كل المحافظات وهنوى عن بعض الموضوعات سريعا كده فظل الأزمة وكورونا وبعض المستشفيات تعاني ويمكن من كم يوم كنت بقول انتظر تبرعات من الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين وبالفعل فوجئنا شركة سويرس 100 مليون فودافون 10 مليون دكتور هبا السويدي يمكن عانا على الشاشة حاليا سورتها عملت مبلغ وفي نفس الوقت عملت حاجة حلوة تاني بتزور بعض المحافظات وبتسلم حاجات سيفتي وأمان للجيش الأبيض المصري الأطباء وكل ما يحتاجونه حتى يؤدوا عملهم على أكمل واجه فالدكتورة هبا السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل مصر للتنمية النهاردة صباحا كانت في زيارة المحافظة في يوم ممكن معنا الدكتورة هبا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم دكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم وتسلموا اليوم كمية كبيرة جدا من مستلزمات طبية من الدكتورة هبا السويدي للأمانة أمس كان فيه تغريدة ليا أننا نطالب بعض المستشفيات ومنها حميات الفيوم محتاجة لهذا الأمر شيء جميل جدا جدا لما نلاقي الحاجة دي النهاردة صباحا موجودة في الفيوم وسلم السيد المحافظ ونائبه فحبينا نشكرها ونشكر كل إنسان يأدي دوره الإنساني قبل أن يكون مجتمعي في هذه الظروف فشكرا الدكتورة هبا السويدي وهي إن شاء الله ستجوب معظم محافظات مصر وتفعل ما فعلته شكرا لها ولكل إنسان شريف فبنقول لي يا جماعة الفترة إحنا فيها دي إنها في ابتلاء الدنيا كلها في ابتلاء كل القرى كل المراكز كل المحافظات لا كل الدول كل القرات فأزمة فعايزين ندفع بالتي هي أحسن بل لا للجشع مش عايزين جشع والله المرض لما بيجي الواحد لا هينفعه لمنصب ولا جاه ولا سلطان ولا مال إحنا شايفين إن الدول الأجنبية معظمها أصيبها من في السلطة أصيبها المشاهير أصيبها أصحاب المليارات يمكن عشان عندنا في مصر ربنا حمينا وربنا يبعد عنا وعن الجميع الأمراض فمحتاجين تعاون من الكل وتكاتف وحزين تطوع فين الشباب الشباب اللي هما ما بيظهروش فعلا إلا وقت الجد طول السنة ياخد اللقطة البيه والباشا ولما مصر بتحتاج ما بتعيش غير الشباب ما بيقفش جنبها غير البسطاء غير الضعفاء معنا على الهواء مباشرة أصيب محمد شفيق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته مساء الخير يا دكتور مساء النور يا أصيب محمد أكبر حضرتك عامل اين؟ حضرتك تحيات المعليك والكامل الفريق الإعدادة عند حضرتك الله يعزك حبيبي أصيب محمد كنا بنتكلم إن الشباب بيقفوا مع مصر وقت الأزمة والناس البسطاء الناس الطيبة الوطنين بيقفوا مع مصر وقت الجد ويختفي من يتاجر باسمها أصيب محمد عايز توضح لنا إيه الأعمال التطوعية في مركز يوسف الصديق التي قام بها الشباب وأنت واحد منهم ربنا نحبارك في معليك وبنذكر حضرتك على الدعم الدائم للشباب يا دكتور وهذا ليس بجديد على معليك الله يعزك وحضرتك إحنا كمجموعة شباب في مركز يوسف الصديق عاملين جوروبة اسمه قدارة أزمات يوسف الصديق واشة واشنة عاملين في شبيه للتنسيكية للتنسيكية شباب واعي شباب محترم شباب يدرك ما يدور يعي ما يدور حوله طبعا لما لقينا الفيروس والدنيا والوضع وما فيش أي تحرقات خدنا الخطوة الأولى من نابع حبنا الوطنة اشتغلنا تعقيم في جميع الكرة ومراكز يود مركز يوسف الصديق والشواشنة وجميع النجوع تعقيم تعقيم اه تعقيم وتطهير الميادين المصالح الحكومية المساجد الكنائس المواقف جميع أي منطقة بي بيحصل فيها تكدس كنا بتعقيمها طبعا بصراحة معنا مجموعة شباب مثقف جدا شغالين على مركزنا مركز يوسف الصديق والشواشنة شغاله محترم جدا طبعا الشباب دي بدون أي أحزاب لأن احنا شعارنا في هذه المرحلة وطن بلا أحزاب أفضل من أحزاب بلا وطن تمام وأي كيان أو حزب هي حاول يدور على مكاسب سياسية في وقت الأزمة أظن أن دي سياسة عفع عليها الزمن تمام ده احنا اتحرقنا من مبدأ حبنا للوطن معانا في الجروب بإدارة أزمات يوصف الصديق والشواشنة على الصورة يا سمحمد واضحة أمامنا الشباب يوسف الصديق ودارة الأزمات في مركزي يوسف الصديق وبشوي فضل يا سمحمد ربنا يبارك فيما عليك طبعا يا فلدم اتحرقنا خدنا الخطوة الأولى حتى يمكن كلينا الصفق في التحرك قبل ما دولنا الصفق تتحرك وطبعا ده بإشارة السيد المحافظة وبعد شكر لمجموعة الشباب يوسف الصديق تحركنا بشكل كويس جدا بدأنا نعقم الشوارع بدأنا نعقم المدين وللأمانة برضو احنا بنقدم الشكر للعمدة كامال سلومة رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق الداعم دائما لشبابه في ظهرنا الداعم المعنوي وجميع الجهاز التنفيذي في مركز يوسف الصديق طبعا دكتور رمضان الحملة دي تشجالة بالشباب ومن الشباب واللي بينفق عليها الشباب احنا كمجموعة مع بعضينا انتم بتجمعوا فلوس من بعض ولا في جهة بتدعمكم ماديا لا لا يا فندم احنا بنقوم بتجميع الفلوس كلها ومن بعضينا بنكمل بعضينا بنجيب المواد التعقيم بنشتغل كويس جدا كل ده من جلوب حاجة بسيطة للوطن حبيبي اسم محمد ربنا يكريمكم وديه يا شباب مصر ويمكن بقول ان الميزة في شباب مصر شكر لك اسم محمد شفيق الميزة في مصر وقت الجد بيقف جنبها البسطاء الشباب النقي الشباب اللي مش بتجري باسمها لعمره تجري بالمنصب ولعمره تجري بالدين ولعمره تجري بأي حاجة شباب مخلص بجد عشان كده هنيئة لمصر بشبابها وهنيئة لشباب مصر بمصر لكن للأمانة انا عايز اشكر برضو شباب قرية طبهار دايما وابدا متقدمين في عملهم ووقفهم مع بلدهم شباب قرية سيلة اعمال جميلة وشباب افكار حلوة شباب ابو جندير لا انا مش عايز انسى حد تقريبا كده القرى عشر على عشرة شهادة لله كل القرى مقدية واجبها من تلقاء نفسها الشباب يمكن في البندر وفي كل المدن مش ظهر اوي كل واحد اتكل على التاني اصلا فيها النقب فلان فيها الملياردي الفلان ومحدش نزل امر اصلا محدش نزل ارض الواقع زي الارياف والقرى نزلت وبجد فانا باشكر كل قرية باسمها في مركزها في محافظاتها على ارض مصرنا الحبيبة كل الشكر والتقدير لهذا الشاب من تلقاء نفسه نزل تعقيم نزل تطهير نزل كمان تنظيم الصفوف للمعاشات وخدمة جميلة رائعة الكراسي الكبار السن دي مش في قرية واحدة كل القرى اللي ذكرتها دي يا جماعة الحاجات دي موجودة فيها شيء رائع شيء جميل طبعا محمد شفيق ذكر العمدة كمال سلومة وانا عارفه عن قرب للامانة ابن من ابناء الفيوم يستحق كل التحية والتقدير ويكون في افضل المناصب كما لانسى معانا الاستاذة دكتورة نيهاد من القاهرة والعمل التطوعي سلام عليكم دكتورة وعليكم السلام يا دكتور رمضان ازاي حضرتك تحياتي البرنانج والحضرتك والجميع المشاهدين خالص تحياتي لحضرتك والفريق العمل مع حضرتك دكتورة نيهاد الهاشمي والعمل التطوعي منذ اعوام وانت فيه ما هو جديد في هذا العام وفي هذه الازمة ماذا تؤدون خدمة للاهل مصر اشنا ان شاء الله مجموعة شباب عين شمس هنا عاملين مبادرة جميلة جدا من منطقة عين شمس نتعلم ان انا في مؤسسة استاذ احمد الاسواني تمام وهو عامل مبادرة جميلة جدا هو الشباب اسمع ساعد لاجل منطقتك اسمع ايه؟ ساعد لاجل منطقتك ياريت يا كنترول بس تسبيلي رقم استاذ احمد الاسواني بعد ما حديك تخلصي معايا والكنترول يتوصل لي معاستاذ احمد الاسواني وكل انسان بيقدم خدمة لبلده احنا عايزين نشكره النهاردة اتفاضلي يا دكتورة الله يخليك مشاكرة زو حددك انا عايزة رجي رسالة للناس اقول لهم اني بلدنا جميلة قوي وان شاء الله هنعبد من القزمة دية بإذن الله ان شاء الله وانا عايزة اشكر اطباء مصر على الهواء وكل طريق سرق السمريض وكل الناس اللي دلوقتي بحاول تعالج الناس ان شاء الله وبذكر في هذا دار الدولة والحكومة والجيت والشرطة وكل الناس وأهل مصر كلهم وبتمنى لهم الخير والسعادة وان شاء الله ان شاء الله هنعج من القزمة دية وكلنا ايد واحدة ومفضلكم اه انا بقول رسالة اتفضلي ممكن انا انسانة بسيسة جدا يعني يعني مش حسي حاجة بس انا بحاول لابد المجهود اني اوصل الرسالة دية اتفضلي لو عندكم لو جارك محتاج وحاجب دي محتاج اقسم معاوك بيتك اه لو جارك شايف مش رائي جدا وهو معاك شكرا معاك شكرا دكتورة انهادلعشي programs شكر لحضرتك معنا البراءة من سهاج محافظة سهاج سلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم سلام عليكم دكتور انا عندي مشكلة بسبب العملاء الغير المنتزمة وانا حاليا انا من سهاج بس في مقيمة في مقيمة في القاهرة في عين شمس يعني جوز يعني كان بشتغلوا كده بسبب الفيروس كتبت كلام اللي احنا فيه دلوقتي مش معا شغل دراعة وانا قاعدة في شقق اقبار وكده ولو ظروف يعني مش سامحة ان هي عشان اقبار العليا وكده فعايزك توصلني لأي حد مكقول من اي فتحات خير وكده يساعدوني بأي حياتي حضرتك في عين شمس ايه انا في عين شمس حاليا طيب شكرا لك ان نتواصل يا شباب لو حد بس يتواصل مع الدكتورة نيهاد وجدنا تليفون لست احمد الاسواني في عين شمس ونعمل معهم داخلة بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ثم ارجع مرة ثانية مشاهدين الكرام اهلا ورحمة بكم مرة ثانية بعد الفاصل كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الشباب والعمل التطوعي وتنقلنا من محافظة لمحافظة ما شاء الله حاجة تفرح رجال الاعمال المسؤولين الكبار ماذا قدمتم لمصر بالله عليكم انتم راضيين الناس كلها الان تستغيث بالله ثم بيكم الوقف اوقفوا مع الناس الفترة دي الشعب المصري ما بينساش اللي بيقف معاه ابدا وفي نفس الوقت ما بينساش اللي بيتحك عليه واللي تجرب بقضياه يا ما تجرنا بالشباب ويا ما تجرنا بالمعاقين ويا ما تجرنا بامور كتيرة جدا حتى تجرنا بالدين تجرنا بالوطنية الوقت ده ماش وقت تهريك وقت اعمال بجد وقت افعال اقوال قدل عليك ارضي ضميرك الناس كلها تنظر الى الاغنياء الام انت حضرتك كنت بتطلع عمرة كل سنة السنة دي مفيش عمرة المبلغ ده ادفعوا والله تاخد اجر اكتر من العمرة انت كنت متعود بتعمل عزيم كتيرة بقى وبتعزم البحف فلان والمعالي فلان وبتعزم ناس معينة وبتصرف لك الاف ما تخلي نصهم السنة دي كده للبسطاء للضعفاء للمساكين الناس المحتاجة العمالة اللي غير منتظم يا جماعة ملف صعب او اتفكر انه هو العمل البسيط بس معانا تليفون الحج علي من الفيوم سلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضل احك تحياتي لأكل سليل عمل جميعا اهلم بحضرتك والله عايز اكلم اسم مشكلة كده بأخصوص الامح محصول الامح تفضل محصول الامح السنة دي يعني من النطرة والسيول اللي جات دي دي شلك الامح السنة دي يعني الارض يعني نام كله والسنة دي طبعا محصوله يعني بعير يعني المطر مع المية اثر على المحصول اثر على الامح رقدوا كله في الارض كده يعني يعني نهى عليه يعني يعني تعويد ومش تعويد وطلبوا البطاية وطلبوا منها سور البطاية العالية والزراعية من اللي طلبها؟ من اللي طلبها؟ الجامعات الزراعية الجامعات الزراعية ماذا اشتفدر اه فأسلهم تبينت زراعة هتعوضونها ازاي؟ تعوضونها عن الفدان وعن الاردب وعن الاب الزبط تمام فطبعا بيقولها هتلعهم مشرفين يحصلوا طب اهنا سيلة كلها ما فهاش غير مشرف زراعي واحد طب يحجمونكم بس اسمعني من التلفون وابعد شو عن التلفزيون اه حاضر حاضر انا بعيدكم يعني طبعا الجامعات الزراعية فاش غير مشرف واحد طب المشرف ده يجيب البلد كلها فاترة ثلاث فدان او ألفان فدان تمام او ألف فدان مزروعة ما هيجبهم على قد كيف المشرف اللي واحدين هيجبهم على قد كيف طب ايه المطلوب طب السلم هنا بقى السلم رأيي السلم رأيي حلو طب أول primeroم رأيي انكم انتم تد وتعويض على المحصول انثان اللي اروح الشون اللي هتسلموا الفلاح للحكومة طب وفي يعني انا اسلم عشرين اردب يديني على عشرين اردب اسلم خمشين اردب يديني على خمشين اردب طب في كده هيستفيد التجار طب وasma التجار ما ما حاديش يتجر بعد اودي انهي هنا بيدي يعني تعيش الفلاح نفسه يودي بنفسه هو الفتاح هو اللي اودي انما انا كده اروح يبقى أنا كده هستغل الموقف يعني أنت عايز تاخد اللي ياخد تعويض هو من تضرر بالفعل اللي متضرر واللي هو يودي أنا حش أنا فعلا تمام تمام اللي هو يودي بإسمه هو الفلاح أنا الفلاح اللي أود مش هدي للتاجر تمام تمام وضعت الرؤية ممكن يا شباب أي حد مسؤول من وزارة الزراعة أو مجلس النواب لجنة الزراعة يتواصل معنا شكرا حاجة علي شحات من القاهرة بنقول إن الفترة دي يا جماعة محتاجة تكاتف الكل محتاجة إخلاص شوية محتاجة بلاش الأنا أنت متطلع أنك تكون في منصب ما طب لقدر الله لو حصل حاجة لعمرك هتشوف المنصب وحتى الفلوس اللي أنت عملت زود فيها مش هتتمتع بيها ما تيجي نقدم السبتة عشان نلاقي الحد أقف مع الناس الشعب المصري زي ما قلت ما بينساش اللي وقف جنبه وبينساش اللي ضحك عليه مستحيل فالشباب ما شاء الله في كل القرى في كل المراكز في كل المحافظات أدى لعليه زيادة والله لو كاتل الفلوس اللي في مصر دي مع رجال الأعمال مع الشباب لكون نشفنا وضع نباهي به العالم كله أصح مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا حميها وزكاته طعاما وشرابا في عهد يوسف عليه السلام فالآن مصر إن شاء الله ستعود ويمكن الكلام ده أنا قلته أكتر من سنة قبل أي أزمات إن مصر بتظهر والمعدن الأصيل يظهر أثناء الجد إحنا دوالة حاليا هنمر إن شاء الله من الأزمة دي بس مش عايزين حد يا جماعة يجي فاكة كده يلوع نقل حقائق وينسب أعمال الشباب ليه مش عايزين حد كده يأخذ اللقطة وإحنا اللي عملنا وإحنا اللي ودينا والله اللي شغال بصدق على أرض الواقع هم الشباب يشهد الله سبحانه وتعالى كل تواصل كل أمور كتيرة جدا يقوموا على أمرها الشباب ويمكن اسم محمد شفيق ذكر كده وذكرت أنا بعض القرى اللي فيها الأعمال مش من النهار دي يا جماعة أي أزمة وأثناء الثورة في 25 يناير 2011 الويفو في الشارع ومصد أول وحقص صد أول هم الشباب فبنقول إن الشباب هم عماد المستقبل هم شباب اليومي هم قادة المستقبل فلا بد وأمن الشباب لا يسرق قدوم أحد أي أن كان الحاجة التانية العمالة الغير منتظمة أو أتفكر إنه هو العمل بس لا والله يا جماعة الموضوع أكبر من كده هو العامل آه والمحامي اللي كان عنده مكتب ومشهد وقت ما الشغال آه فيه نظور النقابة المحامين والمدرس اللي تضرر بسبب قرارت معنا مين؟ الأستاذ الرزق من محافظة الجيزة سلام عليكم أهلو أهلو سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلو بحضرك أتفضل حضر دك أيوة أهلو لو سمحت ويتوطل التلفزيون يتبدأ عن التلفزيون شوية أتفضل حضر دك يعني أنا بشكر بشكر رئيس الجمهورية أولا رئيس عبدالفتع السيسي ثم بشكر شرطة مصر مجيش المصر المخترم تمام وبشكر فريد تب المخترم الآخر تمام أهلو لا الصوت مش واضح يا سيزرز مع حضرتك شكرا للمكارية تحاول معنا مرة تانية يمكن برؤولي يا جماعة أن نقابة المحامين فين من الأزمة دي نقابة المهن أيا كانت بقى الحرفية النقابات فين دورها الفترة دي نقابة البطاريين على مستوى الجمهورية لازم أن تقف النقابة الأطباء لازم تقف لازم كل النقابات يا جماعة تقف الفترة دي ناس كترة جدا متضررة وعتفكر العامل بس اللي كان شغال وظيفة أساسية وشغال وظيفة إضافية بعد الظهر ومعظم الموظفين عندنا كده في مصر فنظر للحظ فهو مكتفي بوظيفته ليه أصلا ما تكافهوش أكل عيش وكان شغال وظيفة تاني وقاعد في البيت الفترة دي مين لا يعوضوا؟ الدولة مؤدية اللي عليها ولكن حتى تبرعات ما احترامل كل اللعيبة والممثلين والممثلات وكل من حب ياخدوا اللقطة ومشكور على هذا العمل أنا عايز الكل يا جماعة الحاجة من اللي تدفعه بس يتدفعها لله وأجرك على الله هتدفعها عشان تتصور وشوه لم يعم يدفعها برضو حسينك تدفعها وأجر الله سبحانه وتعالى لا يعطي إلا من كان عمله خالصة للاسن معانا الأستاذ حسن من القايرة سلام عليكم أستاذ حسن معلش الاتصالات شوية زحمة فشباب أنا مش عايز اتصالات كتير عشان وقت الحلقة فبنقول إن الفترة دي عايزين كل واحد في حزب معين شخصية معينة عايز يزهر يعني خدها خد اللقطة بس ادفع لازم تدفع بجد الناس فقلاً محتاج دخلين على شهر رمضان تخيلوا يا جماعة لما تسمع إن شاب أقبل على الانتحار بل انتحر بسبب الظروف لما تلاقي أسر قاعدة في البيت كده ورب الأسرة ما بيشتغلش وعاوز يصرف أب وزوجة ومعه ولدين ثلاثة في البيت قاعدته في البيت بحتاج قد إيه ومين عشان يصرفها وهو ما عندوش أي حاج غير إن هو عامل لا يا جماعة محتاجين الملف في ودار جمعية رسالة ما احترام إليهم عايزين اللي يساعدهم من الشباب المتطوع أهل مكة أضرى بشعابها بقى معقولة جمعية رسالة أو مصر الخير أو أي جمعية اللي هي مقرها في المدن تعرف مين في القرى واللي هنقضيها مجملات ونقضيها معارف مش هينفع ارجعوا للبقالات التموين الناس البسيطة اللي بتتزحم على رغيف العيش الصبح هي اللي محتاجة الناس البسيطة لما بينقص عندها كيلو رز في التموين بتاعها بتشتكي وبالضج هم دول اللي محتاجين إذن شيء جميل إن الجمعية رسالة لك احنا هنعمل خط ووطس والناس تبعت عليه المشكلة اللي منتكلم عليه ومعرفش ووطس ومعرفش الكلام ده خالص لا أنا عايز شباب متطوع ياخد الأسماء وفيه تواصل مع جمعية رسالة تواصل مع مصر الخير تواصل مع الجامعات بعلم وإشراف الأمن بعلم وإشراف المسؤولين إنما لا يترك الأمر لا الجمعية بعينها ولا لحزب بعينه الكل يتكاتف الشباب ما ياخدش فلوس في إيده آه بس الشباب ياخد أسماء الناس المحتاجة ويسلمها للجمعية ويتابع بنفسه ووصلها ولا ما وصلهاش إذا كنا عاوزين نقضي الأزمة بجد ونمر منها لازم الشغل يكون كالتالي أولاً الدولة تراقب الكل لا للمجاملات أي حد يثبت أن يتلاعب بالظروف في هذه الأوقات يحاكم محاكمة عسكرية سواء رفع أسعار سواء مجاملات على حساب أشخاص من أجل مصلحة شخصية مشتركة لا عايزيني الشباب اللي يشترك افتح أبواب الجمعيات للتعامل مع الكل أنا مش أخد فلوس منك أنا بيجيب لك أنا ساكن في المكان الفلاني الشرع الفلاني أنا معي عشر أسماء أدي الأسماء هي تواصل أنت معها أدي أرقمت إليفوناتها أدي عنوينها وأنا هتابع وصل لها ولا ما وصل لها شيء جميل جداً لما حصل أزمة المدرسة اللي تكلمنا عليها في بداية الحلقة مهندس صديق لي يقولي أنا فعلاً بلغت النيابة آه أنا مش مدرس ومش متضرر بس الأمر ده متكرر في هذه المدرسة أكتر من مرة ولا رادع فقلت له شيء جميل بالتالي قلت يا الناس ما أدي حاجة أمام تواصلت مع أحد المسؤولين بالأمن الوطني وأخبرته بالمسؤولية آه هو رجعهم أصحي وزي ما كل الرسائل جيالي إن هم رجعوا وخلاص استلموا شغلهم والله لو مر دون عقاب مش هو الوحد اللي هيعمل كده كل المدارس الخاصة هتعملوا أكتر يعني إيه مش يغموا يعيشهم في المر خميس وجمعة وسب ويرجعهم الحد هو إيه اللي بيحصل واللي هم عايزين يقفلوا على الموضوع الفترة دي وشكرا على كده يعملوا اللي هم عايزين يعملوه أنا في تواصل مع الستين مدرس وبعض المحامين متبرعين يرفعوا لهم قضايا بس المشكلة إحنا ناس طيبة البعض منهم كان متواصل معاك مبارح لم يعرف إنه هيرجع الشغل النهاردة خايف على لقم تعيشه خايف على ظروفه كان مبارح يديك ورق ويتصل عليك النهاردة وأنا عازره ليه كل العز بش مش هعزر المسؤول اللي هو ممكن ياخد حقهم مش هعزر أي نائب يقدر طبعا أنا كنت لسه بتكلم أي نائب ومعانا الدكتورة مجدى نصر عدو لجنة التعليم بمجلس النواب وأنا بشكورها أول ما توصلت معها أمس أبلغتني ستكون في تواصل مع السيد الوزير ومع وزارة التربية والتعليم دكتورة مجدى سلام عليكم عليكم السلام احترام واركاته أهلا وسهلا يا فرد معاني الدكتورة سيادة النائبة حاضرك شايفة الظروف اللي احنا فيها وكلمت حضرتك أمس بخصوص 60 مدرس مرة واحدة كده تم إلغاء عمالهم على أساس إن المدرس ما فيهاش شغل وهم عادين في بيوتهم حاضرك شايفة الأمر ده ازاي لا الأمر ده يعتبر أمر بتاع السوفي وعدم تقدير للمدرسة للأزمة اللي احنا فيها لأن هي أزمة على الكل تمام وأنا النهاردة كتبت طلب إحاطة وأرسلته إلى لجنة التعليم وإن شاء الله أنا هتواصل بشكل مباشر مش عن طريق طلب الإحاطة بس بخصوص هذا الموضوع لأنه مش شيء بسيط المفروض كلنا بنتعاون وبنتكاتف على إن احنا نعجي هذه الأزمة مش إن احنا نؤذي بعضينا بهذا الشكل أو يعني نظلم حد بالشكل ده فعملية إنهاء خدمة 60 مدرس مهما تكن الظروف يعني ده شيء أنا بعتبره حاجة تعالسوفية وغير مطابق لأي شيء في هذه الظروف فإن شاء الله نلاقي حل ونتواصل مع المدرسة ونشوف إيه اللي يعني إيه اللي ممكن يتعامل لهؤلاء ويلغى قرار هذا التعسف دكتورة هو النهاردة صباحا الرسائل جايالي هم رجعوا شغلهم النهاردة مع ضغط إعلامي ولما أعلنت على الصفحة أنا توصلت مع حضرتك وحضرتك أخذت إجراءات وطلق بحاطة فهم رجعوا النهاردة الخوف إنهم بكرة أبن يمشوا تاني خاصة العقود بتاعتهم عقود هشة عقود إزعان فإحنا عايزين أنا أمن الستين عامل دول أو ستين مدرس دول مع العمال بعقود فيها شيء من الأدمية آه تمام أتمنى بس إن حد يتوصل معي وأعرف يعني العقود دي شكلها إيه وهل هم مؤقتين وهل عقودهم يعني ليه هي هشة بهذا الشكل ونجد لهم حل وعقود يعني تدفل لهم الأمان شوية حتى في هذه الظروف يعني فإن شاء الله نبحث الأمر بدقة ونشوف إزاي يعني ما يكونش ده يتكرر مرة تانية مش مجرد إنهم ما يرجعوا علشان بس الرأي العام وبعد كده بعد فترة بسيطة برضو يتكرر هذا الأمر فإن شاء الله نشوف المشكلة دي في لجنة التعليم ويعني أتمنى بس حد يتواصل معي ويبعت لي بشكل شخص كده إن إيه المشكلة بتاعته بالضبط وعقوده وشكلها إيه وإن شاء الله نحلها يعني دكتورة يمكن كمان أنا مش عايز بخاصة بالمدرسة دي بس ده رسائل جايالي حاليا بقوله إنه ده بيحصل في معظم المدرسة الخاصة آه يعني هو بيحصل بس يمكن دي بشكل يعني زيادة قوي يعني بيبقى فيه ساعات أحيانا تخفيف كده في ظل هذه الأزمة أو حتى يقللوا مرتباتهم أو أي أمور من اللي فيها أنا باعتبرها نوع من الظلم فنبحث كل هذا ولابد أن يتحط قواعد ثابتة مش عشان هم مدارس خاصة المفروض لا يتبعوا برضو قرارات ويبقى فيه أمان فيه وظيفهم في هذه الأماكن فإن شاء الله نشوف في لجنة التعليم هذه المشكلة ونجد لها حل يكلهم الأمان يعني فيه وظيفهم دكتورة مجدى نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان المثالي شكرا لحضرتك شكرا على استجابتك أمس السريعة شكرا على تقديم طلب الأحاطة لحضرتك اليوم في شيء سريع جدا بنقول أي مدرس سواء تواصل معنا قبل كده أو مش عايز يتواصل ظروفه احنا محتاجين بس صورة من العقود اللي هي بين المدرس الخاصة وبين المدرسين وعايزين أي حاجة تتم خلال العام ده على الأقل ضد الستين مدرس دول سواء النهاردة ده الشهر ده الشهر اللي جاي حد يبلغنا يمكن معنا الدكتور علي عبتواب على الهواء طيب يارتي حاول اتصال مرة تانية يا شباب عايزة أقول لي يعني الفترة مش محتاجة يا جماعة الدكتورة مجدى أستاذة جمعية كتت نائب رئيس جامعة المنصورة فتعرف قيمة العلم فعشان كده نزعجت أمس تقول لي ستين واحد قلت لها ستين واحد قلت لها قرار ستين واحد ليه كده أقولت لها عشان إحنا كده الوضع ده يعني تظل إن هذه المدرسة خصيصا أعتقد ولا واحد عليها قصة من أولياء الأمور كل الطلبة ده في عين بلا استثناء والغريب مش أول مرة في هذه المدرسة والغريب مسؤولين عارفين الكلام ده والغريب إن ناس كبيرة بيجملوا في حاجات معينة وبتيجي على حساب المعلم البسيط بيليه عليك لو أنت مكان المدرس ده تعرف تدخل الفصل تعرف تقف قدام أولادك ونت بتعلمه من شرح السطر اللي انكسر يوم الخميس والله لا يعوده حتى لو أخذ عشر أضعاف راتبه وأن الأمر مر مر مرور الكرام وتسوت زي ما بتسوي حالك كتير تبقى أمر صعب معانا على الهو مشارطة الأستاذ الدكتور علي عبدالتو السلام عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبار حضرتك بخير والله الحمد لله ربنا يبارك فيك يا فاندي الدكتور علي كلنا نسا بنتكلم على العلم والتعليم والأساتذة والناس اللي تمشي خلال الكام يوم دولة من أعمالهم والنفسيات التعبانة لكن احنا مقبل علينا شهر رمضان وأنوان حلقتنا النهاردة الأمل رغم الألم عايزين كلمتين من حضرتك كده يرجعوا الثقة عند الناس والطمأنينة ترجع مرة تاني عند الناس وأسأل الله أن يشرح صدري وصدرك وصدر المستمعين لكلام حضرتك الطيب فضل دكتور علي الحمد لله وحده والصلاة والسلام وعلى أمل لنا بيها بعده بدء دي بدء صحياتي وتفضيري لشخصكم الكريم ولأسرة برنامجكم الكريم ربنا ينفع بكم البلاد والعباد الله يعزم ويجعلكم لسانة تقسم في العالمين في الحقيقة الأمل لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى وأنا أتني بأني أقدم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك الله يجعله خير وبركة عليه الأمة الإسلامية جميعا ويدخل علينا والأمة ناهضة من كبوتها مقالة من عسرتها بإذن الله تعالى وحضرتك أذكر أيضاً غداً إن شاء الله يعني 13 و 14 و 15 بإذن الله إن شاء الله الأيام الثلاثة البيض أذكر بصيامها إن شاء الله تعالى في هذا الشهر المبارك يا فندم في الحقيقة ما ينصر الأمل في هذه الأيام إن شاء الله تعالى أننا يعني الله سبحانه وتعالى كريم عظيم وهو شهر الخير والبركة وفي الحقيقة لا نحرم من شيء إن شاء الله تعالى يعني هذا الشهر الكريم أذكر نفسي وحضراتكم بإذن الله تعالى بالبدل هو شهر البدل والعطاء والتضحية والسخاء والقود يعني حضرتك في هذا الشهر الكريم يعني نعطي بإذن الله تعالى والله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنفقت أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذا شهر الخير والبركة يبث في الناس الأمل بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا الغيرت بإذن الله تعالى يعني حضرتك له علاج بإذن الله تعالى وسيصل إليه المشكلة حضرتك أننا نتخلى عن الملك سبحانه وتعالى وأنا في الحقيقة من هذا المنبر المبارك والله فضلتك يعني دخول شهر رمضان والبعد عن المساجد يا معالي الدخول رمضان هذا يعني يعني يؤهد وخطب الحضرتك وأنا يعني أدعو من هذا المنبر يعني مشيقة الأزهر المبارك إن شاء الله تعالى وأنا أزهري ولي عظيم الشرف فأنا أخذي كلية الشريعة والقانون أيضا بأن يدرسوا هذا الأمر حضرتك لأن والله دخوله ونحن بعيدون عن المسجد يعني فيه حضرتك التيئيس وديننا لا يعرف الحسن أبدا ولا تهنوا ولا تحزنوا يتدارس الأمر بإذن الله تعالى وفي ظل حضرتك لأنه مسلمة إن حضرتك بني إغلاق المساجد على مسلمة إن المساجد يعني أماكن تجمهر وهي لم تكن كذلك المساجد تسكن هجران أهلها فلعل الله سبحانه وتعالى لو درس هذا الأمر إن شاء الله تعالى يعني بإذن الله يبث في الناس الأمل بإذن الله تعالى والخير والبركة بإذن الله دكتور علي عبدالتواب شكرا لحضرتك طبعا مسألة المساجد شأنها شأن كل المؤسسات وهي تدرس الآن وأنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى ربما يوم عشر رمضان نعلن انتصار على هذا المرض على مستوى العالم مش في مصر بس وكون ذكرى ستة أكتوبر عشر رمضان وأبدها سدقوني بجد الدولة عايزة تصلي في المساجد وعايزة تفتح الكنائس وعايزة ترجع للعمل ويمكن طلب رجال الأعمال نزلوا الناس الشغل أنا متعجب من هذا الطلب يعني الرئيس يقول الصحة وانسى أي مبالغ مالية والبهوات البشوات أقول إيه مش عايزة تقول أكتر من كده يقول لك لأ نزل العمالة لو مات كذا واحد يعني مش مشكلة البلد ما تقعش آه عشان انت أمن نفسك وقاعد بس والله المرض ما بيجيش لللي في الشرعه بس ده ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يبتلي أي إنسان يضحي بغيره عشان هو يركب الموجة بقى شد الابتلاءات ايه ده يا حبيبي شوية كده بدل ما تقول العمالي عدوا يسترياحوا الشهر ده وان هدفع ليهم ده انت معاليك بتعمل الحفلة بتتكلف الملايين وفيها ما فيها من أمور مش بحش أتكلم عنها يعني والأمر بيعدي والناس عارفة الكلام ده فعايز تقول لي العمال أنا هنزلهم حتى لو مات كم واحد والأسف تصريحات موجودة والناس كلها أرياها وشايفاها وسمعاها ومحدش مرد معانا الأستاذة حسناء من الجيزة سلام عليكم أستاذ حسناء سلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا أستاذنا عمليك أهلا بحضر يا كتفضلي لو سمحتي وطني التلفزيون أو بعدي عن التلفزيون شوية لو سمعت حضرتك أنا باتكلم طيب اتفضلي حضرتك اتفضلي طيب حضرتك دلوقتي بيتكلم وبيقول لحنا ما نخرجش من البيت وجوزك ما يخرجش من البيت وانا معايا أربع عيال بيأكلوا يشربوا وقعدة في بيت سكنة يعني أنا باعدة في بيت سكنة بسعى خمسمية وخمسين تمام وحضرتك يعني أنا يعني الجوزي شغل أهواتي دلوقتي القهوي أفلت تمام حضرتك أنا مش عارفة يعني أكل ليالي إزاي ولا شربتهم إزاي ماشي يا أستاذ حسناء شكر لحضرتك يا جماعة الحالات اللي بتحاول تتصع على دي دي نموذج بس لسان حال معظم الشحب المصري ما أنت بتتكلم كم في المئة موظفين كم في المئة أغنياء كم في المئة عندهم وظروفهم تساعد أنه يعدي من الكابوة دي بس اللي ما مقوش يا جماعة أقسم بالله أنا كان فيه حالات كان عندي استعداد يطلعها معايا وهو عنده استعداد يطلع لو لأن أنا فكرت بالأمر بطريقة تانية ما ينفحش الناس تزلي بهذه الطريقة في الأرض مصري الغالية يا جماعة إحنا عايزين الأغنياء محتاجين بس ترشيد وإدارة لكل الجامعيات الخيرية لكل رجال الأعمال الدولة نفسها تشرف المهاد الغذائية تنزلوا بكسرة خاصة للعمال الغير منتظمة وزي ما قلت العمال غير منتظمة اللي هو أهواجي زي ما اسمعنا والسيدة حسناء وغيره كتير عامل بسيط حتى بعض الموظفين محتاجين يا جماعة سدقوني بجد والله ربنا هيبص لقلوبنا لو ليه في قلوبنا خير هيدينا خير ولولو ليه في قلوبنا شر هيصلت علينا ما لا نستطيع أن نتحمله الدنيا كلها والله ما هينفعنا لمال ولا بانين ولا أولاد ولا جهة ولا سلطان لازم نرجع لربنا لازم نرجع للحب والتواصل بيننا ومن بعد وصلة الأرحام خاصة في هذه الأيام شهر رمضان المباركة على الأبواب أسأل الله سبحانه ألا يأتي إلينا شهر رمضان إلا ورفع عنا الوباء والبلاء والغلاء مشاهدين الكرام إننا ألتقي بحضرتكم الأسبوع القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته